مباراة اخرى كانت مسيرة جدا ايضا هي مباراة زد وسموحة زيكو تقدم لزد في الديئة ستين اتكلمك على هذا الديئة شوية بس شوية بعد كده عمر قلاوة تعادل لي سموحة في الديئة واحد وسبعين من ركل الجزاء الجول الاولاني اللي جابه زيكو لزد اعز اتكلم عمره شوية عشان الهاني سليمان واحد من الحراس اللي كله مشين بشكل كويس جدا هو حالس كبير طبعا بص الجول الهاني سليمان قرر يرقص واحد بعد كده قرر يرقص التاني تاني اولا الهاني سليمان طالع وسط الزحمة برقص واحد دخل وسط الجيم فقرر دماغه وديته انه رقص التاني ده خلاص ده ده خلاص هات الجول تاني بتاع الزيجو اهو اهو بص يا جماعة حاجة ما بتحصلش في الحياة الهاني سليمان رقص واحد شكرا ده رزق اتخذت مخاطرة اهو دماغه وديته انه هرقص التاني انا تفسير الوحيد للي عمل الهاني سليمان ان الهاني سليمان كان بطبق على فيديو على اليوتيوب لشاهد مهارات استثنائية لليونيل ميسي فهو صحي منهم انا هعمل ميسي ده التفسير الوحيد اللي الراجل كان لسه عايش مع ليونيل ميسي فقال لك لا طبعا الراجل بيرقص واحد اتنين تلاتة لو دي توني فرصتي هبقى زي ليونيل ميسي مستحيل مستحيل حارس مرمى دماغه توديل ده انت رقصت واحد يا عسيدي ماشي اتعدي رايح ترقص التاني وانت الدنيا زحمة كمان يعني انت نقول ايه قلبك جايبك جدا هو حارس كبير ومحترم ورائع ومستوى ثابت على مدار السنوات مفيش خلافة بس اللقطة دي غريبة بصراحة غريبة جدا اسموها قدر يتدرك الموقف وقدر يتعادل في ديئة واحد وسبعين من ضرب الجزاء دعي شكرا